ظل تعنت وفد الرياض وامتعاض المملكة السعودية من الدور الكويتي المسر على إنجاح المفاوضات ظل تعنتا دائما نتابع التفاصيل هنا في الكويت مفاوضات لم تراوح مكانها رغم مرور أكثر من أسبوع على انطلاقها ومؤشرات التفاؤل والتشاؤم بين علو وانخفاض عقب كل جلسة لكن الأيام الماضية كانت كافية لتوضيح الصورة ومعرفة الباحث عن السلام وحقيقة نوايا الآخر المعرق لمسار المشاورات وهو ما بات جليا لليمنيين والعالم ماهيته بعد انحسار مشروع الأكاذيب والأراجيف التي سوق لها منذ أمد وفد الرياض بحسب الأيام كان وما زال الأكذوبة الأكبر في مفاوضات الكويت فبدى مجردا ومسلوب القرار والإرادة كدمية تحركها أياد آل سعود في أي اتجاه شاءت معرضة الجهود والتحركات الكويتية بقيادة أميرها الجابر للشرخ والتي تصر قيادتها على إنجاح المفاوضات وإحلال السلام في بلادنا وأمام ذلك وفد الرياض السعودي يترجم تعنت القيادة السعودية من خلال التهرم من التزامات قطعها أمام رعاة الحوار لوقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار والشرع في مفاوضات سياسية جادة غير مكتزأة بعيدة عن إملاءات وتدخلات الخارج الوفد الوطني ممثلا بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله يثبت كل لحظة مساعيه الصادقة والواضحة نحو السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني من خلال اللقاءات مكثفة مع رعاة المشاورات عربية كانت أمدولية لكن مساعي الكويت الحكيمة بحسب خبراء السياسة تلاقي امتعاضا سعوديا واضحا لتبقى مفاوضات الكويت مرهونة بصدق نوايا لوفد الرياض وجدية السعودية نحو السلام في ظل إصرار الوفد الوطني والقيادات الكويتية لإنجاح الجهود وإعادة الأمن والاستقرار في وطن تقاذفت الأطمع والأهواء في مهب الريح كثيرا وآن له أن يستعيد عافيته